السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن حال فيديو جديد النهاردة وفيديو مشتريات تعالوا تابعوا معايا الاسعار ونشوف الحاجات اللي اشتريناها النهاردة النهاردة كده احنا اخر الشهر وتعالوا شوفوا مشترياتي وقبل ما نبدأ ما ننساش نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ده لازم اللبن الجهينة واللبن اللي هو بخيره ما باستغناش عنه في البيت خالص فدايما اجيبه طبعا احنا كده اخر الشهر بصوا بقى انا جايب علبة واحدة وجايب كيس واحد لاني دايما بحب ان انا اجيب الحاجات دي بالبكتة على بعضها بصراحة بتريحني يعني اعتبر شوية في الشهر بس احنا كده النهاردة خلاص اخر الشهر فجبت طبعا علبة واحدة جهينة جماعة وصلت 23 جنيه اللبن اللي هو بخيره الكيس اللي هو الصغير ده بس انا حسي الطعم اللي هو بخيره على فكرة حلو شوي عن اللي هو العلب فجايبه كيس وعلبة بس زي ما بقول لكم الجهينة العلبة دي لتر كامل الدسم ب23 جنيه واللي بخيره ب11 جنيه البطاطا طبعا بحب دايما اجيبها عندي في البيت البطاطا دي حلوة طبعا ملقتش اللي هي البيضة فدي الصفرة العادية تبقى مسكرة وحلوة بس ما بتبقى ازاي البيضة البيضة بتبقى اغلعة متا التلاتة كيلو بعشرة جنيه البطاطا البلح ده ب12 جنيه ونص الكيلو ب12 جنيه ونص فجبت بلح وجبت فراولة لان رانا كانت عايزة فراولة طبعا الفراولة يا جماعة اليومين دول مش حلوة خالص اوى حد يجيبها اسبروا شوية عليه عشان تجيبوها تكون حلوة انما اليومين دول بصوا مش حلوة خالص بكم ب15 جنيه الكيلو جايبة كمان تين التين البرشومي ده برضو حلوة اوى ب12 جنيه ونص في ناس بتبيعوا ب15 بس انا جايبها ب12 وحلو الوحدة سليمة وكويسة انا عمتا الفواكه دي بخسلها كويس اوي في الحوض وبعد كده بصفيها كويس وبعد كده بروح حطها بقى في الاطباق على الصفرة بحس ان الاولاد تلاقي الفواكه وقدامها على طول الموز ده لا غنى عنه بجد ان الموز ده هو عشق البيت حتى لو مش هجيب اي فواكه خالص الموز ده لازم موجود في البيت على طول ب12 جنيه ونص الايام دي كل الناس بتبيعوا ب12 ونص بس ده بلدي يعني انا دايما بحب ان انا جيب الموز بالزيت اللي هو البلدي انا هنا مشكل لكم فواكه على خضار اسمه ايه البتنجان الرومي البتنجان الرومي كيلو بخمسة جنيه فانا جايبها كيلو ونص الكاكة طبعا الايام دي بقى يحطوها في اطباق الكاكة دي بالزيت لما بنجيبها ما بتستحملش يعني بمجرد ما بتوصلي بها البيت بتلاقيها استود في ثواني يعني بتستوى بسرعة انا عن نفسي ما بحبش الكاكة اللي هي بتكون جامدة الجامدة دي بتدي لسعة في البقى كده ما بتبقاش حلوة خالص انما لما تجيبيها مستوية شوية بتبقى حلوة ومعقولة السلك دي طبعا انا مش مش مشترياة يعني انا جايبها من تحت كده من عند امي فانا جايبها السلك لاني بنجيب اللف على بعضها فعندهم فانا جبت بقى الحتة دي لاني بجيب الكمية يعني بنجيب اللف على بعضها جبت هنا شعرية انا طبعا زي ما بقول لكم اخر الشاري كده وكنت خلاص مع السكة بقى وفي حاجات مقصة عندي جبت كيلو بس من الشعرية لان انا كنت محتاجها فجبت كيلو واحد الدي ده انا بجيبه عمدا لما كون محتاجة اي حاجة بس انا خلاص يعني انا كده اخر الشاري فجايبها كيلو واحد بس لزوم ان انا لو هعمل حلويات هعمل كيكة هعمل اي حاجة فتبقى موجود عندي ادي اي انا كده كده عندي دي بس بحب دي اللي هو الاكياس للمغبوزات بقى للحاجات اللي هي اه كيكة حلويات فبحب الاكياس اه دي علبة من البيس كريم بصراحة البيس كريم طعم حلو الاولاد بتحبو بيبقى مغطى بالشوكولاتة وكده طعمه جميل جدا اه جايبة العلبة يا جماعة العلبة بعشرين جنيه البيس كريم اه وده جبنا رومي لاني طبعا الجبنا الرومي اللي انا لسه جايبها منه رايبة بحطها وبستعملها في السندوتشات والفطار فخلصت اه فجبت كمية تاني هنا ده كيلو من الجبن الرومي بحب ان انا دايما نخليه قطعها لي اه سندوتشات وبجيبه كده بيبقى الكيلو وجماعة عوريكوا دلوقتي سعر وصل كام ده لانشون حلواني اه اللانشون الحلواني يا جماعة بيبقى اغلى حجم في الانواع اللانشون وبيبقى احسن حاجة يعني بمية تسعة واربعين خمس واربعين قرش يعني اللانشون الحلواني الكيلو بمية وخمسين جنيه يا جماعة ده من سوبر ماركت سعودي في مدينة نصر اه الجبن الرومي زي ما انتم شايفين اه بحب ان انا اخلي كل ربع كيلو او كل نصف طبق اه عشان ما يستهلكش كله يعني ده الكيلو بمية خمسة وعشرين جنيه الجبن الرومي الاكسترا اللي هي القديمة بدون الجزء ده من غير فلفل اسود والبس كريم طبعا اللي هي علبة البسكوتات ببقى مخليها الشنطة دي بقى تعالوا هنشوفها متشكلة بقى حاجات من الفرد اه يعني مخبوزات اه ده منيه بالعجوة ويه بالمالبن فجايبة هنا كمية يعني صغيرة مش كتير يعني بحب ان انا برضو اخليها في البيت لزوم اني مثلا اه 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 امو مثلا عايزين حاجة كده سريعة فبيلوها قدامه اه دي اسمها مقرمشات جبن رومي مقرمشات جبن رومي او شريح جبن رومي هي مش كلها جبن رومي هي عبارة عن مخبوزات بس بتبقى متغطية كلها جبن رومي بصراحة طعمها حل وكيلو منها بتمانين جنيه اه ده برضو بقصمات اللي هو بس ناعم جدا مش البقصمات اللي احنا بنجيبه للبن والشاي والكلام لا ده بقصمات حلو بيبقى ناعم معمول بالسمنة وطعمه جميل جدا برضو بنفس السعر يعني ده كل الحاجات دي كده من الفرن يعني من الفرن المخبوزات طبعا لزوم انه هم لازم طالما شافوا الاندومي فانا بصوا الايام دي يا جماعة انا مقللة الاندومي مش مكترة خالص فمرضيتش اجيب كتير جبت لهم بس تلت اكياس او اربعة اللي هو اندومي بالخضور هو عمتني جماعة احلى نوع بجد جربته في الاندومي هو انا يعني ما بفضلهوش كتير بس هو اللي بالخضور هو احسن وكمان الشوية دول بقى حلويات اللي هي خاصة بحاجات المولد لسه موجودة في الفرن فلما شفتها جبت لهم كم حتة يعني كم قطعة كده اللي هي سواء الاشطاء السودانية الجزء الهند فدي الحاجات اللي هم بيحبوها فاجبت لهم كم واحدة على الرغم ان احنا حاجة المولد اصلا لسه مخلصتش عندنا ودي المشتريات بتاعتنا النهاردة اه طبعا انا بعملها الفيديوهات دي لان فيه ناس معينة بتطلب مني فيديو المشتريات فانا بعملها بناء على طلباتكم اتمنى يكون الفيديو خفيف وعجبكم وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير باذن الله ومع السلامة وما تنسوش اللايك واشتركو في القناة باي باي